غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورد في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى لأنهم أخطأوا وحرفوا وغيروا والمغضوب عليهم هؤلاء هم اليهود وسيرتهم سيرة سوداء سيرة مظلمة سيرة سيئة منذ أن وجدوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الله تبارك وتعالى قال في آخر السورة اهدنا الصراط المستقيم قال صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعم الله عليهم لا يحصون كثر أنعم الله على خلقه كثيرا الحياة نعمة الرزق نعمة الصحة نعمة السلامة من الشرور نعمة تحقيق المطالب نعمة هذا يحصل للمؤمن وللكافر ولكن الفرق أن الصالحين يشكرون الله على نعمه وغيرهم يكفرون هذه النعمة فالله أنعم على كثيرين ومنهم اليهود والنصارى كما ورد في تفسير المغضوب عليهم والضالين فهؤلاء أنعم الله عليهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أنعم الله عليهم بنعم كثيرة وأرسل عليهم رسلا لكنهم كفروا بأنعم الله وقتلوا أنبياءهم وحرفوا دين ربهم ونسبوا إلى الله الولد يعني أمور عظيمة جدا يعني فلذلك المؤمن وهو يدعو يقول صراط الذين أنعمت عليهم لكن فئة معينة ليست كل من أنعم الله عليهم لا نريد أن نكون مع آخرين أنعمت عليهم فظلوا وكفروا بأنعمك غير المغضوب هذا استثناء غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورد في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى لأنهم أخطأوا وحرفوا وغيروا والمغضوب عليهم هؤلاء هم اليهود وسيرتهم سيرة سوداء سيرة مظلمة سيرة سيئة منذ أن وجدوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قتلت الأنبياء المفسدون في الأرض الذين نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد الذين قالوا فيه ما لا يجوز أن يقال في أحد فهذا يعني من أهم المقاصد التي يجب أن يعتنى بها